اشتركوا في القناة 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 بأنها قدرها بالطبع الإنترنتي يعني هي إنترنتي والإبالتين من خلال أفقرها من خلال دنخب من خلال دنخب بمثلما تنقل بأس أولاً بأس أولاً صح؟ هي قالت وخلقت الكون من خلال كلماتها السحرية السابعة من خلال نطقهم واحدة وراتانية وفي النهاية Kurtz المدينة نفسها طيب المعبد المعبد كان لي أكتر من اسم زي مثلا حوت باو يعني ايه حوت باو حوت معناها معبد وباو معناها الارواح او السولس خلاص وفيه على فكهة ديباكشن للسولس وفنخن انت بوتوا جوه خلاص ده اول اسم في بعض الاجزاء من النصوص بتقولك عليه ايه حوت ايت يعني ايه حوت ايت The temple of the father معبد الاب مين هو الاب خنم في بعض النصوص تقولك عليه ايه حوت موت معبد الام اشعر المين لنيت مين تاني يقولك حوت غنمو تبها لك صريحة بقه هو معبد الاله مين معبد الايه غنمو ماشي according to the different text this temple had different nominations it had different nominations such as حوت باو حوت باو meaning the temple of the souls the temple of the souls and we have the iconography of the souls of butu and nekhil are depicted inside the temple we have also حوت ايت meaning the temple of the father what is the meaning the temple of the father referring to mean to god khunom the main god of this temple or حوت موت the temple of the mother goddess need or حوت غنمو meaning the temple of god khunom the temple of god khunom خنم الغد كيف مفهوم مفهوم طيب تاريخ المعبد الحقيقة اجعوا وروا شوية عشان انتوا قدعتوا اساسا ايه تتطوحوا فتدل حولوا القدر ان كان تكونوا فتدل فتدل حولوا القدر ان كان تكونوا فتدل فتدل فالقدر اللي انت عشانس بتiant طيب بعد النصوص بعد النصوص بعد النصوص قانت ان المعبد يقال ان كان فيه معبد هنا في عصر الدولة الوسطى لكن المؤكد يعني بعض الناس بترجح اكتر ان كان فيه معبد هنا في عصر الدولة الحديثة لان احنا لقينا ضمن النصوص الموجودة جوه ان войقال اللي هو من خفراء اسمه تحطمت الثالث موجود انسكراب تو تايمز ان ديستامبل ويذكر فيه ان تحطمت الثالث عمل تجديدات داخل معبد إسنا خلاص؟ يعني اذا المكان كان موجود قبل كده على ريونس على انقاض معبد ويرجع لعصر الدولة الحديث لكن اكذا اركيولوجيكال افيدنس احنا مع المناش الغد دلوقتي اركيولوجيكال افيدنس بحاجة جوه المعبد ملموسة في هذا الوقت المعبد تم بنائه في بداية في عصر البطلانيوس السادس استكمل في عصر الثامن وتم استخدامه طول العصر البطلاني لكن لسبب اولو اخر المعبد يعني استخدمت البلوكس بتاعته بشكل او اخر على طول فترات العصر البطلاني وتم اعادة يعني حصله enlargement في العصر الروماني وعلشان كده دايما بنقول ان معبد إسنا 99% منه روماني ايه الجزء البطلاني اللي عندك؟ الريلوار اخر الحيطة اللي ورا دي هي البطلاني فقط انما الباقي كله روماني ماشي شباب؟ طيب بعد كده حصل ايه؟ بعد كده حصل ان المعبد تم يعني كان مستخدمش او تم يعني تغطيته بشكل او باخر قل استخدامه وعلى بجانبه لقينا ان هو تم استخدام المكان كمكان لتشيرش خلاص؟ واحنا لقينا بعض التريسز لتشيرش بتاخد الشفل البازيليكي تمام؟ فبجانب هذا المكان وحنشرح ان هو الجزء ده وفيه ورا بعض المنتشفات لبعض الساركافيجي عليها اشكال كروسس فده معناه ان المكان بعد انتشار المسيحية تم استخدامه ككنيسة او كمكان للتعبد في هذا الوقت فعصر محمد علي وعصر حملة نابليون كونفار هذا المكان تم استخدامه لحاجتين ان انا بخزن فيه القط وبخزن فيه حاجة اسمها البروت خلاص اللي هو الجانباودر والقصة دي اتأثرت بشكل او باخر على الرسومات وعلى سلامة المبنى نفس وعلى سلامة المبنى نفس مفهوم؟ يا ركمافون هذه المبنى بعض المسيحين قالهم فهل هناك مبنى فارانكب يضل علي الهند وضع يعمل أن هناك مبنى مبنى وضع المبنى من الهند لماذا؟ because the name of Tuthmuth III of the new kingdom was mentioned many times inside the temple confirming that this king made the restorations and made enlargement in the older temple okay the existing one the existing temple dates back to Ptolemy the 5th and the 6th enlarged and inaugurated by Ptolemy the 8th and the 12th which is Euletus and we will see how he is smiting the enemies and the 8th foot but only the rare wall of this existing temple is decorated during the Ptolemy period the other walls the other walls bear only shapes of the Roman Emperors of the Roman Emperors and we will say a very important piece in the Roman Emperors because of the Roman Emperors and the Roman Emperors the Roman Emperors is the only one in the book in the ancient ancient language in the ancient language and we will say that it is a hard-earned نصوص. احنا دايما الهيروغيفي البطلمي بتاعنا ده معقد. تمام? يعني اعتقد في الفرعوني وقلنا القصة دي كتير. في الفرعوني وصلنا كام الف وكمسونية علامة. احنا عدينا بقى قصص دي كلها. في ناس تقول لك سبعة وفي ناس تقول لك حداشر الف علامة في العصر البطلمي. اصبح الموضوع اكثر تعقيدا. ونصوص اسنا هي اكثرهم تعقيدا. لان فيه علامات كاملة ظهرت داخل المعبد جديدة تماما. مَنظهرتش أبل كدر. امام ؟. فهو ما إنه علي ان يكون بأسنا تمكان المعبد المعبد اللي كانت الهيارة سولمة. هذا الهيارة الأولى المعبد المعبد الذي يعتمد منها من المملكة الرماية في هيروسط التو بحضر الصورة على قارتج العلمية. هذا مهم جدًا لصول معب الثانس المحر انها مبكت من خلق الفريق وانا في الصورة الأمريك الدعم البطلية فى الفرق سولانها صورة كاريسة كاريسة حيث مباشرة كانت تتجارية وحيث في المظلوم في المتابعة كاريسة هذا المكان كانت تتجارية في محمد علي وفي المنطقة كانت تتجارية والمسكرة ومع المغربة على تحييات المنطقة وعلى التحديد ماشي شباب? اوكي? طيب. بعد كده هنقول ان المعبد بياخد شكل هنا لفروناموس. خلاص. الشرحناها مرارا وتكرارا. اهي حواءة الستائر. هنلاقي بقى شفت في العمارة. انتو شفتوه مع دكتور احمد سيدة دندرة. شفتو الجزء الفرعوني مع دكتورة يمنى. هنرجع تاني الجزء دندرة. احنا عندنا خصائص معمارية متفردة في المعبد بتاعت العاصر الوناني الروماني. اهمهم مسلا قصة حواءة السائر. قصة اختلاف الاعمدة. جوه هنلاقي اربعة وعشرين عمود توتل الاعمدة اللي جوه. خلاص. ستة منهم عند الفساد. وطمنتاشر جوه. تمام? متأسفين على طول الصفوف. فهما التوتل بتاعهم اربعة وعشرين. ما تسمعوش قصة ان اربعة وعشرين بيمثلوا الاربعة وعشرين مش عارفة اه ساعة بتاعات ساعة الليل والنهار. لان عدد الاعمدة بيختلف. بي ملحاش يعاني سيمبوليزم معينة. لان الحتة ديت ساعات بيبحصل بها فيها ايه? شطاحات كده معينة. ماشي شباب. زي ما احنا شايفين. ادي الفساد بتاع التمبل. متأسف من الاربعة وعندنا نشرحها واحدة واحدة كده. يبقى the building here takes the shape of a facade of a pruna wound. we have how many columns? six columns. they are joined together with screen walls. sometimes set curtain walls joining the columns together till the middle. and this is one of the remarkable features of the Egyptian temples during the greco roman museum. and we have here different six main seeds. the lateral seeds. this one and this one are depicted into different partitions mainly one two three four. احنا دايما عادة الوونس في العصر اليوناني الروماني. خلاص اصبحت برضو the decoration بتاعتها اكثر تعقيلة. يعني احنا احنا بنعقل كل حاجة الحمد لله. فاصبح the walls four registers. خلاص ساعات سري بس اقصى عدد يعني احنا بنوصلوا عادة ببقى ايه four registers لان اللي فوقه خالص ده مش محسبه لتاحت احنا مش بيحسبه. four main registers. خلاص. they are four registers and all of them are a offering seed. طب قبل ما نشرح. هو احنا عندنا الهة المعبد الصغرى بقى اللي تعبدت جوه هو مين? عجل. خلاص. خنوم ونسوة لأ. خلي بالكو احنا 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 باستا. احنا احنا باستا عندنا خنوم ونيت. عشان بس برضو نبقى فاهمين. خنوم وإستا مش ترايد مع بعض. خنوم قصلي ونيت مش مع بعض. يعني مش هو first member وهي second member وفيه child. لا. خنوم.ها had two wives inside the temple. and one child. need. خلاص. the unmarried. she has owned. because she created herself by herself. هي بتأكد قصة اننا بخلق نفسي بنفسي. فعشان كده هو ما دلهاش زوج في الديانة المصرية الأديبة. ودها طفلين اللي هو الشمع نافر وغاد توتو. توتو. ما لكم ادايين لقى. توتو عادي. حنشوفوه هو. ماشي شباب. يبقى خنوم. ده اول الاله. وبعض الاحين. اتسمى في النصوص ايه خنم. نب سنت او سنتي او طا سنتي. هو خنوم سيد اسنا. ودايما كان بيصور على شكل كبش او انسان برأس. كبش. الاوروب بتاعته. قرون. straight. لان قرون امون. curved. خلاص. وهو دايما اللي بيصور على الانزان وهو بيعمن على عجل الدناب الفكر. molding. خلاص. the car or the spirit of the human being. الشكل ده مش مجرد شكل ظهر في اسنا. هو المفروض ظهر في كزا معبد من ضمنهم مسلا دندرة. راس شكل خنوم. وهو بيصور على العجلة الايه? الفخار ده ظهر كمنظر traditional عندنا. طيب. خنوم كان عنده كم زوجة? ادنية. نبتو. هو حاجة بحاجة. مش نيت. نبتو. اللي هي نبتو. نبتو سيدة الاراضي الخضراء. ودايما كانت بتصور بشكل التاج الحدحوري. هو ايه التاج الحدحوري? هو في الشمس بن فرناية بقرة. وعندنا واحدة تانية اللي هي نيت. منحيت. 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 منحيت ديت هي الالهة خدت انساء سيدة برأس انسى الاسد. خلاص. وكرت اقرب كشكل للالالهة سخنت. بنفس الطبيعة بتاعتها نفس الطبيعة السيدة المحاربة. تمام? والالالهة حقاء. مش حقات. اه حقات ديت الالهة. بتاخد شكل ضفضع. حقاء هو الالهة. الابن بتاعه. ماشي? طيب. حاجة تانية. ده يبقى كده عندي خنوم. متجوز اتنين. خلاص. منحيت. ونبتو. نبتو. ليا سيدة الاراضي الخضراء. بالتاج اللي حتحوري بتاعها. والابن. حقاء. دي اول اسرة. الاسرة التانية بقى نيت. اللي هي مش محكاجة زوق. لان هي بتخلق نفسها بنفسها. اوكي? عندها اتنين. واحد اسمه الشماء نفر. في بعض النصوص يقولك سبك شماء نفر. احد اشكال حورس. احد اشكال قضي سبك. لان هو ظهر بشكل انسان. او انسان برأس اه تمساح او كشكل تمساح كامل. امام? وتوتو. وايحكاية توتو بعده? توتو هو احد الالهة الحمية. وظهر في شكل اندرو سفينكس. خلاص. احنا عندنا كم شكل من اشكال الابو الهول? ثلاثة. اللي هو الاندرو سفينكس. هيراكو سفينكس. فالكون هادت. كريو سفينكس. رام هادت. هو شكل ظهر اكتر بشكل ايه? الهيومان سفينكس. خلاص? وفوق راسه قرص الشم. وذكر ان هو ابن الالهانيت وكان اله حامي. لها ظهرت لعبادة خاصة جدا في منطقة الروحات البحرية. وخصوصا في عصر اليواني الروماني كشكل من اشكال الحماية. ماشي شباب. مغاكة مفهوم. ايبا بفور talking about the different seeds. We should know what are the main deities who were worshipped in this place. It was mainly God Khunom. The creator God. The God of the first cataract. اللي هو الجندل الأول بتاع نهر النيل. The God of the flood. صح? And he had two wives. نبتو. مين نبتودي. The lady of agricultural lands. The lady of the farms. And she was usually depicted in the form of a woman with the حتحوري crown. What is the حتحوري crown? Sun desk between two horns. خلاص. And the second wife is? منحيت. The strong one. Like Sekhmet. هي منحيت. معنى هي هي سخ. ناس طفت ما بينه. منحيت. And she took mainly the same shape as a lioness. Headed woman. خلاص. Remarked with her bloody thirsty character. يعني bloody thirsty character شخصيا اللي هي متعطشة للدمان. ماشيب. And the son was a was hika. Not hika. Hika. Okay. And the second part is for a goddess Nate. The goddess of a... أول حقا. She was the creative goddess. She was usually depicted in the form of a woman wearing the red crown of lower Egypt. And she was sometimes holding the aiba. The bow and arrow. She was assimilated with the Greek goddess. أتينا إلى تل حرم. Okay. And she had two sacred symbols. As we said before is the lattice fish and the click beetle. One of the shapes of beetles in ancient Egypt. ماشيب. She had two sons. Without a father. Why without a father? Because she was a creator God. She didn't need a father. She created herself by herself. And the first son is Shema Nafer. In some texts. سبك شما Nafer. One of the forms of the sobek. He was usually depicted in the form of a crocodile. Complete crocodile. Or a man with a head of a crocodile. The second one is a very remarkable God. Who is God Tutu. And he was depicted in the form of an andro sphinx. And with a sandus over his head. He was a protective God. And special worship in the deserted places. As a sign of protection. Especially in the western desert of Egypt. And that's okay. And I wanted to answer it with him. Yes. Okay? Okay. 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 الأفضل امتلاح امتلاح هناك الثلاثة الأول إنها تشتبط امتلاح المنطقة سمجد هم تحط المنطقة 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 منظرين مهمين جدا عندنا مناظر التطهير ومناظر التتويق منظر التتويق دوت بيحصل ما بين حوض وتحط وهنا الاله مين الاله خنوم أزرام هذا جمال ولابس هنا تاج الشوتي مين الاله خنوم ورا هنا بأمين منحيذ القوية بشكل سيدة برأس أنسى الأسر يبقى this is the coronation scene, the first scene here we can find the coronation scene for the Roman emperor being coronated by Tuchot and Tchouras as we said here the purification scenes and the coronation scenes are one of the most important and remarkable scenes in the Egyptian temples Tuchot is representing the moon and Tchouras is representing the sun as if the king is protected daily, day and night كأنه بإيه تم حمايته صبح وبالليل هما بيحموا صبح وبالليل and this activity is occurred or took place in the presence of two important deities of the temple خنوم here is depicted as a ram-headed man with the two shooty feathers two shooty feathers أصلا بتعمين 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 خلاص and also here منحيت one of the wives of God خنوم تمام؟ نيجي هنا بقى تاني تصبح تصبح وت viruses تصبح وتحمين تصبح تصبح تبيد وتحمين 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 اين تحمين تحمين جنب الرخيت في ايه؟ دواء يتعبد وهنا البرد نفسه اسمه ايه؟ رخيت كل الشعب بيتعبد لك كل الشعب بيتعبد لك وده يعني يقول لك ان الناس كلها تحت امرك وتحت طوعك وده من احد الاشكال او من احد الكمن فيترس الى ايجيبشن تامبل دوريك رومان يبقى ان يجد بنفسه كن banget نحنه اسمت على جهة رحيت واحد ايه مناطقنا يقع جهد تشيح انتمام جهة تشيح وملك عام الهربية يحضر انتمام جهة حسنًا؟ من المنطقة بشتين إله إله الحرب أحد أشكال إلهة الحرب في مصر القديمة اتعبد بشكل خاص من مطقة أرمنت وكان لي عجل خاص بي اسم العجل بخيس عبادة العجول عندنا منتشرة يعني مثل يقولك أبيس هو الصورة الحية لمتاح بخيس هو الصورة الحية أو الصورة الحيوانية لمين المنطقة بخيس هو الصورة الحية الاخوة منذ إله الحرق وهنا الإله أمن وهنا ورع الإله أنيت شايفين مشكلة في أديها؟ نمو إضافة هو متصور ان هو خوائجك في الملكه هو مش متصوى بشكل مصري مية في المية يعني الفيشي الافتش بتاته اختلط حتى بالنخل على الفرعون ماشيب and he is reading what is the type of this crown out of crown two horns the osirin crown and over the sun and two feathers شكل من الفتر شايفينها بس التانية طبعا للأسف and he is here he can find god monto god monto is a god of war one of the main god of wars in ancient egypt he was depicted as a falcon-headed man crowned with a solar sandus and two feathers his main calceter was armant and the sacred book of it is bukhizbo he is placing or presenting the angh sign into the mouth or the nostrils وضم الفامة اول اي اول انف بتاعت الامبر to give him life to give him life and behind him we can find atom and in the presence of this procession is taking place in front of goddess need and goddess need here is presented with the red crown of lower egypt holding the bow and arrows and also a goddess of warrior and here and here يلا 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 طيب ادي المنظر اهوة نخبت انت واجت بقى ان هما بيرشدوا الملك انه هو بيدخل المعبد ودوت بيحصل في حضرة الاله مين بقى ادي خنوم واجي الباب بتاعت الرومان امبرور نفسه بيتم ايه تشكيلها هو واقف تحت ايه بقى شكل السيمتاوي القابد على الارضين طبعا احنا اكيد بكالنتو كثير على نخبة واجت هما الالهتين بتوع الهة مصر الاس واجت هي بتمثل لور ايجب منطقة طل الفراعين ونخبة كانت هي الهة مصر العليا وكانت موجودة في منطقة نخن الهيراكنافلس حاليا في اسوان خلاص بعد التوحيد من خلال توحيد مصر اللي حصل اصبح من اكتر المناظر اللي بتظهر فيها نخبة ووجد مناظر التطهير مناظر الكورونيشن علشان بتؤكد ان الاله دوت هو القابد على الارضين اللي يقدر يسيطر على الارضين سماعه السكيمتي سكيمتي سكيمتي سخيمتي بلونج لعبار الأولى والأولى وهو هنا يساعدت هنا بشيئة الأشياء في الأسوان الأسوان يسمى نخبت وواجد نخبت كانت الأشياء الأشياء من الأولى وقبل أنها كانت الأشياء في نخل في أسوان سعيدها كانت الأشياء الأشياء اللي هي طائر أنسة العقاب، شايفين اللي على رأسها الهدرس اللي فوق شعرها خلاص ده شكل أنسة العقاب، خلاص الريش والجناحات بدأت أنسة العقاب أهي وفوقيه هنا هي بشكل إكسابشنال لبسة لتاقي الأزيري And in the other side we can find mean goddess Wajut The goddess of lower Egypt And she was mainly worship in lower Egypt in Butu تل الفراعين كفر الشيخ، 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 الشيخ And they are leading or guiding the king, the Roman emperor inside the temple In the presence of Gatkunam Here is a ram-headed man wearing the sun-desk between two feathers and his two horns And modeling the bar of the Roman emperor who is standing over the Sema Tawi Sema means unifying, Tawi means to land So Sema Tawi means the unifier of the two lands Once again we can find nebdua rekhit All people are worshiping you Let's go Let's go, ladies Let's go, let's go منظره هو بيوريفيكيشن وزي ما قلنا ان مناظر البيوريفيكيشن ظهرت لان احد المصر القديم قبل دخول المعبد هو التطهر التام سواء التطهر بشكل فعلي خلاص لازم يكون طهر الملبس حتى الكهنة كان ليهم معينة عشان يوصلوا المحلط الطهارة الكاملة الحلاقة الكاملة ان هو يلبسوش غير كتان ما بيلبسوش صوف علشان كان بيعتقد ان هو جاي من الحيوانات فهو غير طاهر وغير مؤهل لملابس الكهنة فكان ليهم كده بروسيدورس معينة للحفاظ على طهارة المكان بالاضافة ان مثلا مناظر الفاونديشن فيها التطهر او رش المكان بملح النترون كانوا من انواع ان انا بنظف المكان تماما قبل ما ببني المعبد احنا عندنا الكيرفيكيشن سينز حصلت ما بين شو غاتز زي ما بنقوله هو حورس وتحط وحورس بيمثل الشمس تحط بيمثل القمر يبقى هو هنا متاهر بداي النايت هو مدى اليوم هو طاهر مدى اليوم في بعض الاحيان بعد المناظر الندرة كان بتصور الكيرفيكيشن سينز وانا لماذا بين شو غاتز او رماني الغياني وهنا الادواء هي شبهة الالها سخمة اليمين باع منحيه هنا نحن نحن بيثنا المثل الجديد الثالث عن المورمان بيغفت المبيثل بيما حورس كم أبكي كان يجب فالقنة موسيقى المثال، علي تقلق العام، من عبادة عنده م 후보 الجميع، طبعا ل순عاء وينيفذ.. ونحن فلکن .. إمغار موء موقع .. بدان سإن عن مواد ومنother الم permis الباز Для طبع إلى فيظه آربata ثلاثي ونقط immediately في الفلية الزبائية هذه هي المشاوة من الزنافو هناللويتي أشكال كتير من الزنافack وعندنا حاجة برضو مختلفة شواليا هي ظاهرت قبل كده بس ما ظاهرتش كتير ان هما الاثنين وقفين على فادست العالي في هنا تحورس وايه وتحوط وقفين على فادست العالي ما ظاهرتش كتير يعني دايما كانوا عنافس الايه؟ عنافس الground line هنا هي فاولاك اشتركوا دو فادستلات ومهما نب دوارخي اشعارة ان الناب دوارخي عنافس الناب دوارخي اشعارة ان الناب دوارخي عنافس الناب دي بقايا الشيخ اللي هم لقيانها يتاہد الشكل البازيلكي احنا عندانا اكتر من تقطيس للكنائز ماشب الحموم او اكثرهم انتو شاران قمط اللي هو كراس البازيلكي اللي هو عبارة عن نائف two isles. The last two isles. Here we have traces of the Open Court. They are displayed now as an open museum. This is the traces of the Byzantine Church which was built after the spread of Christianity in this place and it takes the shape of the Basilician style. It's a nave, flanked by two isles وهذا الشرش يتبعون إلى المصدرين من المصدرين سبب ترجمة نانسي قنقر 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 خليكم معايا. خليكم معايا. ادي المنزر اللي فوق. شايفين المنزر اللي فوق ده? شايفينه يا شباب? اهو? خلاص اكمليت كاكدر هنا. وده سبك شماع نفر. وتحتيح نلاقي منزر لالامبراطور. وقدامه. مين دي بقى? وورا آآ جادس نيت. ووراها جادس نيت. وهما بيعملوا منزر اللي ايه بقى? لتأسيس المعبد. خلاص? اللي هو فرد الحبل. مناظر تأسيس المعبد كان احد المناظر المحببة جدا خصوصا في المعابد المصرية اخرى العصر يعني روماني. تمام? اللي هو منزر شد الحبل. هما بعد بيحددوا الاربع جهات الاصلية. بيوحوا وشدين حبل كده معايا ما حددين الجهات اللي هما هيبدأوا يشتغلوا عليها. وعادة بيصور في هذا المنزر الالهة وهي الالهة اللي كانت آآ آآ بروتكتر خلاص لبيتت هي كانت آآ آآ الحامية للمكتبة. الحامية للعلم. الحامية للريتن. بعض النصوص وصفتها ان هي اخت الاله بحط. بعض النصوص الاخرى وصفتها ان هي بنت الاله بحط. وفوق راسها سبع نجمة بسبع ازرق. الحقيقة الممثلين اختلفوا في قصة السبع ازرق بيمثلوا ايه? هنا هي ممثلة على فكرة بتلبس ايه بقى? اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو جيس الحمب السمد. احد طبقات الكهنة في مصر. وراها الالهة ايه؟ ميت. ماشي؟ لبا here we have two important scenes. here we can find the roman emperor is making adoration in the kneeling pose. he is making adoration in the kneeling pose. in front of سبك. سبك شمع نفر as a complete crocodile. and in the other scene the main scene represents the roman emperor with the ebaa with the atif crown. the white crown, solar sandus topped by a solar sandus and two horns two feathers and they are tying the rope. tying the rope is one of the rituals of the foundation scene of the temple and the foundation scene are one of the most important scenes in the egyptian temples during the greek roman period. and he is making this ritual in front of two deities. goddess Feshat. goddess Feshat was the goddess or the guardian of the library of the writing of wisdom. some texts described her to be the daughter of Gatuhut and some others represent her in the form of a sister of Gatuhut. here she is depicted with her regular seven angled star and wearing the panther cane over her long rope behind her goddess Aeneid. and she is wearing a pink and a pink and a pink and a pink. طيب. هنا مين دول? دايما الكتب تقول لك اشكال الخصوبة. احنا اتكلمنا مع سنة تالت انا اتكلمت مع اشكال الخصوبة. اشكال الخصوبة. اكتر واحد درسها. واحد اسمه جون بينس. واحد اسمه جون بينس. جون بينس. جون بينس كتب كتاب كامل عن اشكال الخصوبة. هي باختصار. اشكال بتجنع ما بين الزكورة والانوسة في نفس الوقت. بتمثل خصوبة الارض. خصوبة السمار. وهي اللي تبثل. وهي بتقدم مختلف القرابين. سواء للالهة سواء للملوك. تمام? مين اشهر واحد بتمثل بشكل اشكال الخصوبة. احنا عندنا كام حب. احنا عندنا حب. اللي هو ابس بول. عندنا حعبي. اللي هو الاله حعبي. اله الايه? مين. عندنا حعبي. حعبي. وانا اف دواموت اف قبح سنوه اف. خلاص? ازا اشهر واحد اتصور بشكل اشكال الخصوبة اللي هو الاله حعبي. كل كل اشكال حعبي اشكال خصوبة. وليس كل اشكال خصوبة حعبي. معنى كده ايه? ان في اشكال الخصوبة الثانية. الالهة تانية? اه في اشكال خصوبة الالهة تانية. الالهة ازيز اتصورت بالشكل من اشكال الخصوبة في معبد در الحجر في الوحات البحرية. الالهة ازيز. الالهة ثبت. اتصور برأس تمسيح وشكل اشكال الخصوبة. فبعد الاحيان اشكال الخصوبة كانت بتحمل رايات اللي هي بتاعة اقاليم مصر العليا والسفلة وبيقدموها للملك كنوع من انواع ان هو بيقول لك ان الاقاليم دي فيها رخاء وفيها تانميا. ماشي اتحمل الخيرات لمصر. ماشي شباب؟ يبقا دول رجسر we present different numbers of precisionity figures. The most important one we studied the precisionity figures is John Baines. they are briefly number of figures. Mostly they are representing fertility, fertility of the الأمر الطريقة بالتأكس في الكن الأمر فيماد نجاح نجاح ربالتهم بتاكس أشياء Cereation abilities One of the most important shapes is Ha' The god of the nine However, we have other types of the cedic figures Other deities representing cedic figures like Isis Like Sobek Cedic figures or the fertility figures They are presenting different offerings to the kings or to the deities of the temple Sometimes they are depicted يجب أن يقوم بأسفارة أخرى في بعض الأحيان بوسي الشباب احنا عندنا هنا مداخل جانبية دايما الحجرات المعابد بيبقى ليها مداخل جانبية لان الاباب الرئيسي عادة بيفتح وقت الاحتفالات معظم الحالات ان المعبد ابوابه الرئيسية بتفتح وقت الاحتفال في اوقات محددة الحاجات اللي هي المداخل الجانبية بتستخدم الخدمة يعني ان الكريست يبضلو ايه تلعين بقى داخليه مش هيفضلو يفتح ويزقوا في باب لان المعبد عادة بيقفر عن طريق باب خشب فبعد المصادر تقلك ان هو باب خشب ومطاعم ومزهب مش هيفضل بقى يفتح ويقفل وهاكذا فهو بيستخدم الايه ابواب الجانبية ديه كانوا من انواع ان هو يعني بيسرع لدنيا شوية رحيش باب خشب في ايه باب خشب ايهUC ديه بالان ايه با ايه تحسنج بس وقفتوكو هنا is the shape of خنوم هنا واخد خنوم رام هادد رام هادد scarab was a waist it's one of the rare shapes of god's خنوم which appeared in the greek roman briefs الناس دعو العصر الانيو روماني كانوا ايه الخياه عندهم واسع شوه ماشي شباب so 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 ترجمة نانسي قنقر 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 and here we can find the Roman effect in the long garment so this is a subsidiary room which was probably used for preserving the different tools that were used during the festivals and rituals of the temple ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر so this is one of the foundation scenes of Asna temple we can find here the emperor and can you see or recognize the remarkable decoration of the decoration of the decoration of the decoration inside that we can find a lion standing on his stool and here he is sprinkling the ground and here he is sprinkling the sand in front of or in the presence of God's phenomenon and his concern for his white goddess and here we can find the strong goddess he is sprinkling the ground and here he is on the ground and here he is being sent to the dead one of the dead and the traces of colors are remarkably visible he is that was a hallelujah المعبة ده كانت من سفعة عشر سنينة كانت كده المقاعدة مشتورة عليها قد عادي تشرح؟ أحد يجرح سندات سنة لو حسب انت عاديتني هنا تخلقهم عادي سبتميوس سيبيروس هو العيل يتمنى ياسمها مهيارة زدائي ياسمها مهيارة زدائي ده أحد الأشكال المهمة عندنا بتمثل زيارة الإمبراطور سبتميوس سيبيروس سبتميوس سيبيروس معها الإمبراطورة دوميسيا معها لدينا حبيبو كراكالة الديدة كراكالة الوحش أتى لإيه؟ ولما جاء إسكندرية أهل إسكندرية كان لسان من طويل خلاص فراحوا عايزين إيه؟ كراكالة قاتل أخي فيديها فعشان كان راح دماغه والناس إنه هو تشبأ إنه أدخذ الإسكندر الأكبر فالراجل اتغاز هو أساساً قد رايحة منه يعني فراح ناسك الناس كلها أتلها أوكي؟ وبعد ما تولى الحكم وبعد قتل أخوه راح تشاطر عمل يعني بإتمال الشيء لشكل غيته هو مش عايز يسمع إيه سيرة أخوه تاني ماشي قدامه هنلاقي إلي الإله خنوم أو قلاصم تعرفه دايما بنقول لو إنت شاطر في الديانة هتعرف تشرح معابد كويس لإن بقيت الحاجات يعني الأرقام الأعمدة إنت هتعرف تعدوك فيه إلي نقصك تاني لو بتعرف ديانة هتعرف تشرح ماشي؟ وآدي إلى خنوم وآدي إلى اللي لطيفة الزريفة إلا واخدتك حتهور وجهو صنعين أحيانا سيارة جن finals بيبنين واذبت سيتانيا سيبايا ورح ذو سيارة خونه بعد إيجابه إلى أليساندريا، أليساندرياء انظروا علىه لأنه يظهر بها لذلك الأسرى وأنه يمتلك بإمكانه بأليساندريا وأنه كان مظهر بأليساندريا شكلة راسة، إذاً هو واحد كان بالنسبة له من شكل الأولى كان يقصد بيقصد بيه فلما شابه نفسه بالإسكاندريا فإن يسمىهم وكبيرهم فإنه يجب علمهم وقلتهم بعد أن يكون مرأة رماني يجب على السرطة فإنه قد قلت أسفل ولذلك مرموحة هنا ونحنًا فهل يوم 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 يوميعون يوم 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 حقالاته خنونم هو وقيه في نظام إلى النسات وفي روما انتراده أنه يجعل لفقته هنا خنونم هل يزول مجمودي في طلب لتثقان قبله وفيه واحد هم نباب رؤيته الهنجس والمصبير المباشرة خارج ثقال ملاي سندس بين فوق وحقال قتل وحقال نب دوا رخيت نب دوا رخيت once again نب دوا رخيت نب دوا رخيت نب دوا رخيت نقف عند منظر السيد منظر السيد نرى هنا نرى اقتنى من المنجز من من المنجز انه تقريبا على قعق الان تجينو؟ تجينو ده منظر السيد ادي منظر السيد الشهير مختلف انواع سنور وهنا عندنا الرومان امبرل وهنا وهنا ورا خنوق ورا ابس ابس هدد مال اسطحط وان احنا الثاني حنلاقي ايجاد التشاط بالعلاقها بالنسبة بالرغم اننا بالاسر ايه مش موجود ماشي شباب؟ مناظر السيد اغتشرت بكسرة في المقابر لكن اغتش موجودة بكسرة في المعاهل خمس او ست مناظر تقريبا هي اللي كانت موجودة مناظر السيد بتاعة المال جديد وبعض السكولرز فسروها بايه؟ ان احنا عندنا البردز والنائل والكرياترز والفيشيس والحاجات دي معظمها كان فيها حاجات بتبقى تعتبر رموز الشر لان هي تبقى في قاع النهر عشان كده يقولك اه ما هو هنا حورس والملك بيقضي على رموز الشر بتاعة ست من خلال استيادها من خلال استيادها استيادها بيقضي 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 ده احد المناظر اللي بتمثل الامبراطور مين؟ تراجان وهو بيورد خلاص؟ وهو بيورد خلاص منظر الرقص تكرر مرتين مرة هنا ومرة في العمود رقم تلاتة على الصف التالي تحت مناظر الرقص فيه عندنا رقصات تقصية خلاص؟ الرقص مش من اجل الرقص من اجل التقص انه هو دايما النص يقولك ايه؟ عشان يسعب قلبي الانه يعني يسعب قلبي الانه بس يبقى تراجان هنا وده احد المناظر البسيطة جدا اللي بترجع العصر الروماني قولنا ان الرير قول بيقضي ده بالزد بيقضي احد الاشكال البسيطة اللي بنسعب العصر الروماني نفسي بيقضي ده بيقضي ده ايه ده ده وده ريح ده نفسي من حينت و نبتو و نبتو و نبتو و نبتو هذا القطع كان يجب أن تتعلم الناس لأن تتعلم الناس ماشي شباب خلاص عاد نوريكم الجوز اللي ورا كده عاد نستعبرنا موعة من القطع انت اسمك ايه؟ محمود صديق معانا محمود دي بعض القطع الاسرية اللي تم اكتشافها في هذا المكان من ضمنها مثلا توابيت و اخطية لبعض التوابيت و على فكرة في حاجات فيها تأسيد يوناني روماني شايفين البيزن ده؟ هو مش لاين على فكرة هو ده شكل سيلينيوس قد بتاع احد اتباع الالد يونسس ده معنى كده ان كان فيه رومان و يونان هنا خلاص؟ بعض الاشكال عليها اشكال الكراسس شايفينها؟ ده معناه ان تم المكان اللي تم استخدامه بعد امتشار المسيحي اذا في الوقت الان هنا لدينا ايضا امتشار المسيحي طبعا هو محتاج لبعض الترتيب على سبيلات الترتيب على بعض الاشكال مثل كالكولوم بيزن 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 من فروب بيزن 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 كونتوزادت فاون يقول لك عليه شكل من اشكال في جن الاله ونوري خلاص لو وين نفر جميل الوجه خلاص وين نفر احد الاشكال اللي كانت اشكال محاربة وكان لها كده برضو فونيري اسبكت كان لها برضو وظيفة جنائزية بشكل او باخر وهو هنا بيقمع الاعداد لان نقول برضو مناظر قمع الاعداد كانت تراجيشنال اللي هي بتبقى موجودة على وجهات السروح زي ما احنا شفنا خلاص لكن هنا علشان احنا بقى اواخر العاصر الروماني فهو عمل البرزنتيشنس والأفرينج في الفساد اقل لك ماينفعش برضو يعدي من غير ما اعمل سنايتينج بالألمانس راح اعملها على الجوانب واحد هنا الدوميتيان وان احنا تانية ايه لتراجات نفس الشكل ونفس المنظر اقلالي برضو هنا من الاشكال او الحاجات ايه اللي معبودة شكل اللاين وهو هنا بيهجم على الكابتر الحقيقة برضو برغم ان انا متحيزة لتخصصي المصريين كانوا ارقب يعني قصة ان انا اعمل كابتف واهجب عليه باسود ده تأثير روماني وتشوفه في الافلام تعجلة تيتر ومش عارف ايه راح فاتح يدوب وندخل عليه اسود خلاص ده ده يعني وسائل تعذيب رومانية حتى حنشوف بعد كده في كومومبو منظر كده حنوقف عنده وحقولوك على تأثير روماني فيه فبرضو قصة ان القاسة يهجم على الكابتف دي تأثير روماني وهنا شكل خلوم وورا برد السبعة منبقى ماشي وقادي شكل خط تبقى هيته بدأ تصير مصري اهو شكل خط تبقى بدأ تصير مصري ده برضو من الوقفات اللي تقف فيها يتخلص تغلص الأوبن كورت وتقف هنا وممكن ده بعد كده خلصت المعب ماشي يبقى خلاص يبقى هذا من أجل المشاكل من هذا المسلم يملك دومتين السمكين في المدينة يملك المسلمين في المدينة في المدينة ومن ثم المنحيت وعلى المدينة هنا هنا هي كبير المصر يقول لك لا تقتل الطفل لا تقتل رضيع لا تقتل السيدة في الحرب كبير المصر يقول لك لا تقتل الشمس مفهوم؟ أت PERF last you said or noted that smiting the enemies was commonly found on the façades of the fire not on the lateral side but here it's remarkable because of filling the façades with different offering scenes فالصدقائي كان يتحاول أن يقوم بإطلاق الناس بإطلاق الناس أو بإطلاق الناس على الأسفل ماشي يا شباب؟ بغاية كم أفهم؟ حندخل في الظلة تاني معمش؟ هذه الحاجة عندما نطلع وعندنا حاجتين مهمين جدا الكابتل بتاعت نحن بغاية كم يزيجب ممتازجي يا شباب بغاية كم يزيجب بغاية كم يزيجب لقد اكتران بغاية كم يزيجب بغاية كم يزيجب يلا قبل ما نطلع ممتازين أول حاجة عندكم الأعمدة الأعمدة برضو اختلاف وتنوع اعمدة ده تأسير يوناني روماني. اعمدة اسنا اعمدة اسنا مختلفة عن اي معبد تاني اعمدة اسنا مختلفة عن اي معبد تاني. عادة المنازر المعابد عليها الاعمدة عليها مناظر. اعمدة اسنا عليها في بعض الاحيان بتوصل بتوصل احنا عندنا الاربعة وعشرين عمود في واحد منهم اربعتاشر بيوصفه بتاعة بتاع خنامه. خلاص? فهو قصت وصف العدافن الفاستيبر بتقع الحيطة ما بتبقاش على الاعمدة ده اول حاجة تاني حاجة اختلاف تيجان الاعمدة كل واحد مختلف عن التاني تأثير معابد مصرية قديمة وفي النهاية الأسترونوميكالسيوس هي مش كاملة كان هوم الزودياك كامل هو هنا وعمل العشريات عمل بعض اشكال النبوم بعض اشكال الزودياك زي الاسكوربيون واضح هنا في جولة بسيطة خمس دقائية والعشر دقائية تتقال في السيطة مشارح كزودياك كغايد وفضل إنها تطلقها في ضمن حسنًا ماذا تتقال؟ هنا ن've got the columns هنا ن've got two remarkable seeds in the columns Firstly the capital of the columns are different plus they are colored they are different the capital are different and this is one of the remarkable features of the Egyptian temples during the Greco-Roman period and these capitals هذه المنطقة أغير من أي الأخرى لأنها تقوم كافية بصفلات خيارة تقوم بشكل جديد فيماعفل الفكوري فيماعى هل فكور بخلوم ثم الأخير يتعني بصفلات يخرج تتركين الزيادية في الاردان تلاحين وقوعة أثناء كمثيرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر